حضرتك في كلامك السابق أشرت أن الله استخدم رسله وأنبيائه وهم مسوقين من الروح القدس لكي ينقل لنا الإعلان ولكي يظهر لنا أسرار لكن اسمح لي أن أقول إزاي أسق في أشخاص استخدمهم الكتاب أو كتبوا أصفار والأشخاص دول ممكن يكون لهم سقطتهم زي داود مثلا داود كان بيدعو لتعدد الزوجات عارفين أن داود زنى عارفين أنه هو أمر بقتل أورية مثلا فليه سقطات كتيرة وليه عيوب كتيرة ومع ذلك الله استخدمه أنه يتكتب معظم المزامير مثلا على سبيل المثال للحصر فإزاي أسق في الكلام دوا وأسق في الكتاب دوا وهو بيستخدم ناس لهم سقطاتهم وعيوبهم يعني حضر فكرتيني بحاجة وأنت بتتكلم تخيل نفسك في يوم جاي لك شهادة ابنك اللي نجح في المدرسة النتيجة جاية لك موثقة من المدرسة مختومة بختم المدرسة ابنك ناجح وبعدين اللي وصل لك الشهادة لغاية البيت ساعة بريد بتاع بوسطة يعني فحد قال لك أنت عارف ساعة البريد اللي جاب لك الشهادة ديت تقول له قال لك دا متخاني مع مراته دا لسه ضرب مراته في البيت وجاي فانت تقول يا خبرة بيط لأ لتكون النتيجة كده مش سليمة هو كده ربط النتيجة بالإيه بالشخص بالشخص لأ النتيجة سليمة لأنها لا علاقة لها بالشخص النتيجة اللي جاية لك من الوزارة جاية لك موثقة جاية لك مختومة بختم النصر فانت اللي جاب لك النتيجة دا ضرب مراته من اتخاني مع مراته وعمل مشكلة ابن صراق اي examination هذا لا يؤثر في ايه لا يؤثر في صدق النتيجة اللي جات لك أنا مش ببني صدق الكتاب على البستاجي اللي جاب للكتاب مين البستاجي اللي جاب للكتاب على الاحترام أنا بس بمثل الكاتب هو كان أداة في يد الرب الكاتب مسوقين من الروح القدس أشخاص في ذاته ما عندهمش عصمة العصمة لله وحده العصمة وعدم السقوط وعدم الزلل دي لله وحده لكن العصمة فيما قالوها أولا فيما كتابوها أولا يعني العسمة في الرسالة مش في الرسول العسمة فيما كتبه الرسل مش في الرسل نفسهم العسمة في كتبه الأنبياء مش في الأنبياء نفسهم الأنبياء دول رجال عاديين بشر تحت الألم مثلنا سقطتهم زي سقطتنا واخد لبالك لكن الله سيطر عليهم فيما كاتبوه مسوقين من الروح القدس ده مش معنى أن الرب بيصادق على عيوبهم وعلى أخطأهم وعلى تجاوزاتهم لما داود مثلا أتل مش معنى أن الرب بيقول لك يا الله اقتل أو يصادق على قتله لما يزني مع امراض قرية الحيث مش معنى أن الرب مصادق عليه بل بالعكس الكتاب يقول لنا زي الرب أدب داود وداود حصد على زرعته لما داود يتزوج بأكثر من امرأة مش معنى أن الرب بيصادق على تعدد الزوجات لكن السرد الكتاب ده في صف الكتاب لأن السرد الكتاب يقول لك أن الله مش بيجامل الأشخاص استخدمهم علشان يكتبوا أقواله لكن لما أخطأوا سرد لنعيبهم لأن الله لا يجامل أحدا الكتاب دا بيكشف الإنسان لا يجمل الإنسان مطلقا لكن يعظم نعمة الله يبقى العصمة فيما كتبوه وليس في ذواتهم العصمة في الرسالة مش في الرسول اللي كتب الرسالة